بلقة الليل مع نجوم ولقاء ومع نجمي سينمائي من الجيل الجديد طبعا تطمح الى ان تصبح من الرعيل الممتاز هي وزملائها على كل حال مزيد من الحديث حول هموم الممثلين والممثلات الجدد راح نحاول نتعرف عليه مع ناهد يسري اهلا وسهلا بس اتناهد اهلا بك بس قبل ما نخش بقى بهموم وتطلعات الجيل الجديد من الممثلين والممثلات في العالم العربي بتصور انو اختك بتكتب سامية شكري ايه بتكتب انت بتكتب شي لا طبعا مليش دعوة خالص بالكتاب ما حاولتي ابدا تكتبي ولا مرة لا ما حاولتش تكتبي مثلا مكتوب غرام ولا جوابات ولا معقول لا ما حاولتش تكتبي لا ما حاولتش فازا بس اكتفيت بالتمثيل كفاية قوي بيتهيال مسرح سينما تلفزيون طب نهد كم فيلم مسلتي لحد هلا وشو الاعمال اللي عملتيا بالمسرح وبالتلفزيون اعملت مسلسلة في التلفزيون وعملت مسرحية وتقريبا 14 فيلم 14 فيلم 14 فيلم حلو قداش يصر لك في التمثيل بقى لي خمس سنين خمسة باربتعش يعني طبعا نشاط شديد الحمدلله طيب اخر عمل لك شو هو كان سينمائي كان فيلم ملكة الحب هنا في لبنان وشو عن ما يتحدث ملكة الحب عن قارة الاطلنطيد اللي كتب عنها انتونيو واما يعني هو فيلم استعراضي بترقصي فيه مسلا لا مبرقص ايه فرقة بترقص انا مبرقص انت شو بتعمل بالفيلم بالزبط انا مفروض الملكة بتاعت الاطلنطيد ملكة الحب ملكة الحب بتصور الاسم غريبي شوي اطلنطيد يعني حوادثه بتدور الفيلم وين مسلا بتدور هنا في لبنان كلها لا تمثيل ما سلتوه في لبنان بس حوادث القصه وين مفروضنا تدور مثلا في الاطلنطيد وين بتوقع جزيرة وهمية مثلا اما هي لا هي بيقولوا نعم يعني كتب عنها نارقرة المفقودة من 10 تلف سنة اهه وانتو حاولتو تكتشفوها اه اكتشفناها فعلها واكتشفتوها بالحب يعني طب نهد بالنسبة باعتبارك انت نجمة من الجيل الجديد بالسينما المصري او السينما العربية او ممكن نقول اه قطعا فيه طبعا جيل قبليكم ايه تقييمك للجيل اللي قبليكم الممثلات وازاي بتبصو لهم الحقيه في كل جيل فيه الممثل كويس والممثل يعني اللي ما عندوش الموهبة اللي مش المتكلف ايو مصطع بس يعني عارفة الاصل اللي ما عندوش موهبة والمتكلف ما بستمرش كتير اه طبعا بس المفروض من اللي استمروا فترة طويلة فقطعا عندهم شيء يعني موهبة او اه طبعا فيه الممثلين قدام فيه ناس كتير يعني اكترهم عندهم موهبة وكان حقيق اعظم امين ما هد يعني احنا لو نسمع منك هالجواب الديبلوماسي ما كنا نسألناك السؤال اصلا لا مش معقول اصلا انا يعني مش فنانة لدرجة ان يقدر احكم على الناس بقالة عشرين سنة بتمثل يعني لا انا مش عمطلب عشر انا لا اصلا فن عارفة نهد مش بالزمن يعني ممكن واحدة تبقى سانة سنتين او من اول بدايتها وتبقى موهوبة وفنانة فممكن تحكم بصراحة على لا انا بيتيالي هاي الممثلين القدام طبعا يعني هم موهب اكتر من القداد كمان اكتر من القداد اه طبعا ما ندرش ننكر داليهم ابدا تصريح خطير بقى انه يعني انت تتهمين الجيل الجديد من الفنانين والفنانات الممثلين والممثلات بانه برغم تقدم التكنيك وبرغم تقدم العلم والعصر والاخره عم يعته انتاج اضعف من انتاج السابقين اه انا مش بحكم هو ده يعني مش حكمي ده حكم الجمهور طبعا ان الممثلين القدام عندهم موهبة اكتر من القداد لان السينما الجديدة مفاش تمثيل زي الاول كلها اخراج ويعني حاجات برغم ممثل قطعا بيفضر له دور كبير ودور خلاق بس يمكن مثلا ممكن نقول انه الجيل الجديد من السينمائيين او الفنانات بيعتمدوا على حاجات تانية غير الموهبة يعني مثلا منشوف دلوقتي بافلام كتير الافلام الجديدة عارفة بتعتمد على الاغراء على تطلع بميوهات اخرى الوقت ممكن يعني اصارد اه ما يجي تقريبا بتبقى افلام موضة يعني بتيجي وتروح حسب الموضة يعني هو ده السبب برأيك انه اتجاه السينما للنوع ده من الافلام هو اللي مخلاش في مواهب فعلا حقيقية زي الاول لان زمان كان القصص قوية اوي كان ممكن الموثل يلعب دراما ويبين ايه قوته دلوقتي بقى الافلام اكتر استعراض للازياء والحاجات المديرن والراس ما بقاش فيه وقت نمثل يعني استعراض موهبة جغرافية رشان مع انك انت استاذ فلسفة بس مهتم بالجغرافية مش انا بصد اهتمام الكل يعني صحيح يعني هدي مشكلة السينما العربي بشكل عام عما توقع بنفس مشكلة السينما العالمي اللي هي اتجاه الى دغدغة تعواطف الناس واعصابهم طبعا فيش نسبة بين افلام زمان وافلام دلوقتي حتى في امريكا يعني طب انت الشخصيات اللي بتاخديها بافلامك هل بتعتمدي على الموهبة بس ولا لو الدور يعني عارفة ساعات فيه الدور بيقتضي انه يبقى فيه اغراء او فيه مثلا شخصية او حاجة طبعا انت اي نوع من شخصيات مثلتي بال14 فيلم اللي عملتيهم يعني تقريبا جميع الوان الادوار اللي خدتها يعني مختلف اه مختلف فيه اغراء بردو اه فيه اغراء ودراما وكوميدي وليت تقريبا حاجة كتيرة طب لو سألناك مثلا بصفتك مثلتي كل الادوار ايه اللي الدور اللي فعلا بتحسي انك بتقديه وبتحبيه وانتي بتعمليه يعني اقرا من الافلام اللي عملتها هاي وهم ثلاث افلام الحقيقة بعتز بهم فيلم الادوار وفيلم سيدة الاقمر السوداء ومالكتها جابتها يقلي الدور كان فيه اغراء سيدة الاقمر ما كان فيه اغراء طيب ناهد يعني منتمنى لك مزيد من التقدم ومنتمنى بقى مزيد من اضاحة نظرة بالنسبة للممثلين الجداد كمان انو هني اضعف من السابقين وهدا لاول مرة يمكن ممثل جديد بيترحها الفكرة هايدي على كل حال شكرا لهاللقاء الحلوش وممكن نقدملك في نهايته ما تطلب نس الاغراء انا لا اطلب رأسه رأس فروغلوري طيبة ستي شكرا جزيلا وان شاء الله يكون لبرنامج وجوم ولقاء لقاءات متعددي مع ناهد يسري